قواعد التهرب عند السلفيين المعاصرين في ضابط العبادة ما معنى التهرب؟ الهروب معناه الفرار والابتعاد تقول هرب من الأسد أي فر منه وابتعد عنه والتهرب مشتق من الهروب ومعناه محاولة الفرار والابتعاد تقول تهرب من الأسد أي حاول الفرار منه والابتعاد عنه والمراد بالتهرب في كلام التهرب في الحوار ومعناه الفرار من موضوع الحوار والابتعاد عنه أي يكون بينك وبين شخص آخر حوار في موضوع معين وأثناء الحوار يتهرب أي يغير الموضوع ما سبب التهرب؟ للتهرب في الحوار سببان السبب الأول عدم الاعتراف بالخطأ وذلك حينما يدخل المحاور في الحوار وهو يعلم مسبقاً أنه على خطأ ولكنه يظن أنه لن ينكشف فإذا شعر أنه سينكشف تهرب أي غير موضوع الحوار وكذلك إذا كان لم يعلم أنه على خطأ وأثناء الحوار تبين أنه على خطأ ولا يريد أن ينكشف فيغير موضوع الحوار السبب الثاني عدم الاعتراف بالنقص وذلك حينما يعتقد المحاور أنه على صوار ثم في الحوار يتفاجأ بإشكال هذا الإشكال لم يغير قناعته بأنه على صوار ولكنه لم يستطع دفع الإشكال فماذا يفعل؟ يتهرب يغير الموضوع لكي لا يظهر أن عنده نقص والحقيقة أن هذا النقص نقص بشري لا يستدعي التهرب بل يستدعي التوقف والتثبت والذي يتهرب من الحوار خشية الاعتراف بالنقص فإنه يقع في نقص آخر وهو المكابرة متى يحدث التهرب في ضابط العبادة؟ حينما تحاور سلفيا في ضابط العبادة فإنه يدخل في الحوار وهو يعتقد أن عنده ضابطا مستقيما للعبادة ولكن حينما يتبين له أنه ليس عنده ضابط مستقيم هنا يبدأ التهرب سأقرب لكم الأمر لو قلت لأحد السلفيين هل يجب أن يكون للعبادة ضابط مستقيم؟ أي تعريف سهل وواضح يفيد التفريق بين العبادة وبين ما يشبه العبادة ماذا سيقول؟ يقول نعم بالتأكيد لأن الله عز وجل خلق الجن والإنس للعبادة وهذا يقتضي أن العبادة مفهومة لعامة الجن والإنس فأقول له حينئذ هل يوجد عند السلفيين المعاصرين ضابط مستقيم للعبادة؟ فماذا سيقول؟ سيقول نعم من المؤكد لأنهم هم الطائفة التي على الحق فأقول له ما هو الطابط المستقيم للعبادة عند السلفيين المعاصرين؟ هل تعلمون ماذا سيقول؟ سيذكر تعريفين لا ثالث لهما التعريف الأول العبادة هي غاية التذلل والتعريف الثاني العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هل يمكن أن يأتي بتعريف ثالث؟ ممكن؟ يقول ممكن يمكن أن يأتوا بتعريف ثالث لكنه بمعنى أحد التعريفين فليس عند السلفيين المعاصرين إلا هذان التعريفان فماذا سأقول؟ أقول هذان التعريفان صحيحان ولكنهما خارجان عن موضوع الحوار لماذا؟ لأنهما لا يفيدان التفريق بين العبادة وبين ما يشبه العبادة لكن السلفي قد لا يسلم بهذا الكلام فقد يقول مثلا التعريف الأول العبادة هي غاية التذل أي هي التذلل الكامل مفهوم هذا العبادة ليست هي التذلل الناقص ويمكن أن نطبق هذا على السجود فسجود العبادة هو الداخل في التذلل الكامل وسجود التحية هو الداخل في التذلل الناقص فهناك فرق بين الاثنين فأقول له هذا تفريق لفظي لا يفيد شيئا من حيث الواقع مثال ذلك السجود للوالدين هل هو سجود عبادة أو سجود تحية كيف نعرف أنه سجود عبادة أو سجود تحية إذا كان من التذلل الكامل فهو سجود عبادة وإذا كان من التذلل الناقص فهو سجود تحية لكن أيضا كيف أعرف التذلل الكامل والتذلل الناقص إذن هذا التعريف لا يفيد تفريقا من حيث المعنى قد ينتقل السلفي إلى التعريف الثاني العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن معنى هذا التعريف أن العبادة كل ما شرعه الله ومفهوم هذا أن كل ما شرعه الله إذا صرف لله وحده فهو توحيد وإذا صرف شيء منه لغير الله فهو شرك أكبر فأقول له هذا الكلام غير مستقيم لماذا؟ لأن الله عز وجل شرع بر الوالدين وصلة الرحم وإزالة النجاسة وأحكام البيور وأحكام النكاح فهل إذا صرف شيء من هذا لغير الله شرك أكبر؟ لا يكون شركا أكبر يدخل في باب الرياء والسمعة هنا يتبين للسلف أنه ليس عنده ضابط مستقيم للعبادة فمن هنا يحدث التهرب شكرا أكبر شكرا أكبر